مشاهدين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين كرام في قناتكم كود زكري اللي تعليم السياقة. ومرحبا بكم في هذا الفيديو المخصص الناس اللي ما عرفاش مين تبدأ ومين تسالي. والناس اللي ما عرفاش تسير توقيت دياله باش انها تحفظ مزيان وتنجح يوم انتيحان. والناس اللي ما بقاش عند الوقت نهائيا. هاد الفيديو مخصص لهم بزاف. انتيحان سهل. ديال الانتيحان نظري دياله الخصيقة سهل بزاف. ما كنشعة صعيبة لكن فيه مجهود. باش نجح خاصك تدير مجهود. ما تاخدش تلك المثال ديال صاحبين نجح او صاحبتين نجحات صافيتي انا غنجح. لا كل واحد عنده يدير مجهود باش ينجح. كين نجح وكين سقط. مشي كين غير ناجح. كين ناس اللي كتسقط وما كتقوش. وكين ناجحت هو كين. يعني خاص الانسان يضرب مجهود باش انه ينجح. لكن هاد المجهود مش يغي مجهود غير هكا كن مقاها غادي غير هكا نحفظه يوميا وندي السوايع ونجيب السوايع وانا ما عارف شنو كين ندير. ضروري خاصك تكون تصير توقيت ديالك وتصير شنو غا تدير. هو باش تنجح في المتيحان نظري خاصك تعرف بزاف ديال القواعيد. من بينهم. يعني تبدأ بمحوار بمحوار. خاصك تفهم من اسبقية وملتقية. انت خاصك تفهم اللي منعطي الاسباقية. شكولي يعطينا اسباقية خاصك تفهم هاد القواعد ديال اسباقية وملتقية. كذلك خاصك تفهم المحوار ديال الرؤية والإضاءة. هاد رؤية وإضاءة غا تفهم باللي وقتش عال دوت تقابل وقتش عال دوت طريق وقتش عال الواضع وقتش ننخدمهم وبعض تقنيات اللي كنستعملوها من الواجب من الممكن هادو تهم خاصك تفهمهم مع الأسئلة. من بعد كندوزول المفاهيم تطبيقية. المفاهيم تطبيقية اللي فيها بعض العمليات اللي كنديروها في الطلعة في الهبطاء. نعرفو نحسبو مسافة وقوف نعرفو حسبو مسافة الامان. نعرفو نحسبو مسافة الوقوف. هادو تهمة. ونحن نعرفو نحسبو مسافة وقت رد الفعل. هادو حسابات خصك انتت تعلم لهم. وكذلك خصك تحفظ فيهم جزول ديال الضرب. الناس اللي عندهم مشكلة جزول. جزول الضربة وتبعكم تليمتيحا. بالنسبة كنت دوز للمحور ديال الميكانيك. كنت تفهم بزاف العمليات ديال الميكانيك. شنو خصي نبدال. شنو ما خصي نبدال. وبعد تقنيات كيفاش نتتجوب. لن ماشي واحد يقول لي أنا أنا ميكانيك وراء غنجوب. لن تحفظ فيهم تقنيات كيفاش طريقة غنجوبو. من بعد كندوزول المحور ديال السائق. السائق اللي كيكون فيه لواتائق وكيكون فيه واشنو هم اللي غنصوك انا العربة اللي غنصوك. وشنو. العربة المجزولة اللي غنصوك و ممكن alot limits signuばавu anything. من بعد دوز محور الوقوف و التوقوف. هدو المحور الوقوف و التوقوف غتتتعلم فيه. وقتric توقاف وقتيتش متوقابش. وشنو هم القانون. شنو فيكي من مش لافوكو الوقوفة والتوقوف. وشنو الالقانون اللي كيسمح يليلي. بالوقوف و التوقوف. وتفهم بالزاف العلامات اللي كتاني هاد المحور هادا. من بعد كدوز التجاوز التقابل. كنت فهم التجاوز بوحده وكتفهم التقابل شنه هو وش حخصن خلي بينهو بالعربة ش حخصن خلي بينهو بين الراجيل ش حخصن خلي بينهو بين بن الحيوانات. يعني هادو حسك تعرفهم كم. ومن بين جوش شو التقنيات اللي خاسين دير فين من من التجاوز فين مسموح ليه التجاوز والتقابل. وكسر كيفاش كانت تقابل المن غير عامت الاسبقية في التقابل هادو كلهم حسك تفهمه. لما كونش فاهمها ما محور هذا المحور مادم voilàك مش منك تفهم ته التقنيات كيفاش كان جوبو من بعد تدوز الحوادث اسعافات هذا الحوادث اسعافات كين بعض الاحصائيات كين تفهم شنو خسين دير الى لقيت واحد الحوادثة السير شنو ستين دير الى الى كنت انا تورط فى حديث السير.נו ان هادى المسائل كامله خدسك تعلم personally. بعد كدس القواعد السير القواعد السير ليه بصيفة عامة قامل ل skills we can add to the مع محوار ما محوار minusianity so it'suish. يقدم محوار في محوار اخر. هادى دين القواعد السير.mani بعد كدس المحوار دين العربة الحقيقة تعرف الوحاء القيادة 없이 يليوش على ليوش الرمز و Single was,كيف كيعني إني وحتى المسائل كونها خلط مهمة dibزاف الم��ع محتى في البرمة مهما فى متحمة تزفتو raus. من بعد، لدينا محور المخالفات والغرامات هذا هو المحور المخالفات والغرامات لا توجد شيء المحور لكن لن يبقى ما يضع لكن أن يكون فيها بس الى فهمه ومن مرة الى سهل كتنو يديره ويعرف ما يليه لن يكون الدراجة في الشرطة أو الدراج الملاكي يعرف ايضاً مخالفة هذا المحور هم مخالفة هادو هم المحاور اللي يخصك تفهمهم لكن دبا بزاف اللي غي سورني وكيفاش غنجبد هاد المحاور كاملين وكيفاش غنتعلم لهم ومي غنجبدهم سهل العملية يكفي انك بحل غتدخل من البيسي ديالك ولا غتدخل من الهاتف ديالك وتمشي البحث ديال اليوتيوب وغتكتب كود زكريا هاي طلعت نهي اللولا كود زكريا غندخلو لكود زكريا لكن هانت على حضماوية مزيان انا بزاف لكي يقول ليا بغيتهم بالترتيب ما كان فهمش كيفاش ديالهم الترتيب لا حضماوية كيفاش غنجبدهم لك بالترتيب انت غنجددخل كود زكريا هانت عشونا عط�اتك اسمية للقناة عطاعتك الزورة عطاعتك بعض الفيديوهات هنا لا تدخل شي حاجة فيهم يكفي انك اما تختار تكليكي على الصورة او تكليكي على اسم القناة يعني غا تكليكي على اسم القناة لا تدخل لها دنيا ايه هاي دخلاتنا من تكليكي اسم القناة ، كتنصفها الرئيسية الفيديوهات قوائم تشغيل منتدى القنوات لمحة هاتش كله ما تدخل لي تالفيديوهات اللي دخلت ليهم غاي يعطيك اه غاي يعطيك واحد ترتيب اللي كنحط انا كل مره ما تنحط بالعربية قوائم تشغيل بالفرنسية بلاي الاستمام لاحظكم انه يجمعين الفيديوهات يبدي يجمعون كل بلاي لست كل قائمة تشغيل غي يجمعها لك هتحاول تعبط الى تحت وغتبدأ ها هو الاسبقيات ومولتقيات هات شي كتبه في ورقة والسيلو وكتاب والسيلو وحاولت تشجل انك شنو تدير وشنو باش سالي هتبدأ الاسبقيات ومولتقيات غتدخل لها هتكليك الى الكونيكسو هاد نتقيلها شوية هالاسبقيات ومولتقيات ها هو في الجنب اعطاك الترتيب ها هو كين الول الثاني الثالث الرابع الخامس ست ها هو معي نحيدو اشار هنا اشار مشاهدين الكرام السلام عليكم ها هو لاحظ ما هنا ها هو كين العنوان تقليم السيقة بالمغرب جزء واحد يعني من اسئلات الاسبقيات والمولتقيات ها هم غتدخلهم هنا بترتيب الشغي غاي سالي الول رب شكل تلقي اغيدوزلك التاني وغيدوزلك التات وغيدوزلك الرابع والخامس والسادس وانت غادي لتالتامن فالاخر كنديلك واحد فيديو دي النصائح جدا مهمة يوم ايش زياز المتحان انتان هالمتحان را ضروري خاصك تعرف كيفش تعامل مع الحاسوب الى ما عارش كيفش تعامل مع الحاسوب را غا تلقى مشكلة خليه هذا الاخر وان نتكلم لكم عليه مزينا مهم ساليتي من هاد المحور هادا يكفي انك ترجع للقناة من ساليتي هاد المحور كامل ارجع للقناة كذلك وصير عاوتين القوائم تشغلي اللي هي بلايليست بلايليست وغان نرجع من بعد مسالينا اسبقات وملتقات من سالطريقة غا تدير الرؤية والإضاءة هاي فيها فيها فيديوهات خاصين بها المفاهيم التطبيقية اللي فيها مسافة الوقوف مسافة الامان ومسافة وقترد الفيل غا تدخلي هنا من بعد الميكانيك ها هو الميكانيك كامل هنا من بعد وطائق السيارة هادوا اسئلة كله ما تقاهم في الامتيحان فوتوكوبية ديالهم هكذا لدينا الوقوف والتوقوف من بعد كين التجاوز والتقابول من بعد نحويل بإسعافات من بعد هنا أسئلة شوية الطرق اللي غا تلقى في علامة الخطر وعلامة المنع وعلامة الإجبار ونهاية الإجبار من بعد هتدوز الفوق منها قواعد اللي اذكرتها لكم من بعد مية سالة هاتحول نطلعتها الفوق واتلقى جميع اسئلات العربة اللي تتطرحوا يومتي هم اسئلة العربة فيهم عشرة ديال الفيديوهات تاهم مخص كدوزهم باش تفهمهم كم زيان من بعد مية سالي من بعد مية سالي وتبغيت امتحن راسك يكفي انك ترجع لهاد في كناة تصدر بين فيديو جميع السلاسل الموجودة في الامتحان النظري لتعليم السياقة يعني انت ساليت الضروس ديالك فهمتي هم مرتبين كل شي غدخل هد تصدر بين فيديو هد تصدر بين فيديو هام بالنسبة لك اتلقى تعلم السياقة كلمة فهمش هدو تعلم السياقة سلسلة واحد جزء واحد ده بسلسلة واحد لاحظ معي واحد جوج ثلاثة اربعة فيها اربعة اجزاء يعني كل فيديو يلاحطيت لك فيه عشرات الاسئلة بالنسبة للناس اللي كي اكزوك يقولك ما عنديش الوقت وانت كل انار لدوز تيغي خمسات طقائع عندك الجوز اللول في عشرات الاسئلة خمسات طقائع لم وراءة تمانية لم وراءة سبعة لم وراءة تمانية بك zig zag يعني هناشنو عندك اتلقى 1000 سلسلة وكل سلسلة فيها عربعة اجزاء من الماعاتicamente تقضي Bus كل سلسلة بstellung فيها عشرات اجزاء كل جوز أتلقى في عشر أسئلة أختمهم بشوية لك تسهلي من بعد مين تسهلي هاد هاد تضربين فيديو اللي بما في يوم هادي هاد النصائح جيد مهمة يوم تحان كيفاش كتتتعامل مع مع الحاسوب هناك كين بزاف دي الإشكالات اللي كتلقى بكترة اللي هو صواب هلو كيعتبروا الناس أنه مشكيل كل شي كي يقول أغلبية ما تديرش فاليدي هادي قديمة هاد القادية الناس اللي كانت مش حالها دي كانت كانت سقط بزاف كانت كانت تلقى السبا لاحق قادرت فاليدي لاحق مشو هربوليها أسئلة لا شوف ما كي هربوليها أسئلة وليومين هادي اللي كي سقط وكي يخرج وكي يدير على أنه مشاولي الأسئلة فاليدي فاليدي ما كي تديرش انت حدا أي واحد عندي البروجيلي في ديال زيال سيارات تعليم الكل كي يدير فاليدي بعض منهم تواكي شكفينها وكي ما كي يديرش فاليدي لأنه أنا كي بشي نار المتعان كي يسمى الأغلبية كي يقول ما تديرش فاليدي لكي كي تفاجأ وكي يجي بربعة وثلاثين 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 كي يقولي الحمد لله اللي نجحتي را عاديشني يا ما تديرش فاليدي إلا سوولتوا الناس لديفلوبر اللي كيفاموا كيفاش كي يتعامل هذا السيستام هذا را انتا ميك تخلي الجواب الجواب أنه يدوز الراسو را انتو وظهرك را يقدر يفاليديه لكي يقدر ما يفاليديش را يقدر يقبلو لك السيستام يقدر يعقل عليها يقدر ما يعقلش عليها را كي يمزاف الناس اللي كي عيطوليها هاتفيا وكي يقول يا أستاذ را نيحافظ كل شي لكن جبت 24 وكي يحلف لي يا ابو الله كي يقول يشوف شتك الفيديوات ديك كامل نفس الأجوية بأنفس كل شي را ني ولكن جبت 24 مناش كي تكون هذي أنا هو ميك تسوي لكي يقول يا ما تديرش فاليدي إن هذا السيستام نساه وادوك الناس اللي كي يقول لك كنت غانا نجيب 40 ولكن مش هولي اجد غيسة و 30 ما عرفش من كتسوي لك كي يقول لك مدرش فاليدي كتقول يا حمد الله اللي مش هوليك خير باع را الناس اللي كتجيب 40 قليل اللي مكد أغلبية اللي كيدلوا فايدي هم اللي كي يجيبوا 40 و 40 أنا ما سهلاش لأنك في المتيحان الضغط بزفت الحويجات يقدر تقدر واحد السؤال اللي هو باصين جدا ما تبقاش تركوا واحد ملاحظة أخرى أو تاني كي اللي كي يجيب 39 يقول لك لا هذا السؤال هو اللي غلط فيش باش ضمنتيا را ما انت عامين كنش تعرفها انا تقدر انت تكون غلطتي في واحد السؤال اللي هو باصيت جدا واللي هو هدية واللي بلك سهل وانت كتظن انك جوتي عليه صحيح ودوزتي وحقارتيه هذا اللي حقارتيه هو اللي غلطتي فيه را مااشي هذا اللي بلك انت أنه كنتي مبرزط مع الله وكيقول هادا وكيقول هادا واحد النصيحة كي الناس اللي كتنسى المهم وكتقلب على في نوع الخاطئ راكن جيت ندير انا واحد الاحصائيات ألقيت واحد سبعاد اسئلة اللي كيختلفوا عليها الجامعة سبعاد اسئلة اللي كيختلفوا عليها الجامعة ومع احترام الجامعة كل واحد كيفاش كيشرحهم سبعاد الاسئلة اللي فيهم الاختلاف انت لاش هتحمى قرات كلمات الاختلافة وسيد حفظ دك شي ليه هو مهم واللي غي يجيب لك النقطة مزيانة شحال غي يجيك في ظهرك انت جوج اسئلة سؤال ثلاثة سبعة غي يجيك وحفظ دك تلوي ثلاثين يجيب صحيحة راكن اللي مكييش كي اللي الناس عتصلوا بيا قالوا يجيبوا اربعين الاربعين ومي كان سولوا ومكي نلقى باللي تجيش سؤال مدك لل اسئلة اللي فيهم مشكل ما طاحوش لي وهذا هنه راسو هدا قدال غراد وهنه راسو وكي الناس اللي كتجيب اربعين وكي نسولو على اسئلة اللي كي يكونوا فيهم جيدا اللي كتلقى ايفكتيب مو راح جاوب بطريقة اللي اللي شرحنا عليه لنا عارفين شنو واقع لنا بحكم احتيكك دينا مع اللي كونديدة عارفين شنو واقع وهذا ما كان وكنت من الليكم نجاح جميعا وحاولوا تزهير روزكم شوية وما تتخشوا بالفكرة دي الأخر اللي نجحوا أنا غنجح إلا تنتخسك الضرب مجهود وإن شاء الله لنهضروا على من بعد نهضروا على الامتحان التطبيقي نسبة الناس اللي مهتمة بالقناة وكتبوا تتعرف الجديد دي القناة يكفي أنها تشارك معنا في القناة بحل دبهنا نأتي الكونيكسيو عدنا ضعيفة نسبة الناس اللي كي يقولك ما كيوصلونيش للفيديو ولكن ما أتكلمت شخصاً أغلبية كي تلقاي إما ما اشترك لأن تبغى كلا قلقا بعض الفيديوهات اللي وصلين فيتيني المليون وكالقا هدنى الله وصلنا دابة مئة وربعة الف يعني كييكيكيكيكيكيكيكيكيكي كيوصلينش للفيديوهات ديالك يكفي أنه ويشترك بعض الطريقة وهنا الجارس كيوصلينش كليكيه على الجرس انك يقول لك راش تشاركت معاك ولكن ما انا كتكليك على الجرس وتحاول تقلب على هذا اللي مفعل الكل وهنا اي فيديو حتيته غير مصلك ان شاء الله دمتم في رعيتي له و الى اللقاء